السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين وحبابي الغالين في كل مكان من داخل مصر ومن خارج مصر عاملين ايه رب تكونوا بخير وفي احسن حال صباح الورد والفل والياسمين على عينكم يا احلى متابعين حبيت تشاركونا في فيديو النهاردة ونعمل مع بعض عشر حامات العروسة ده طبعا اردر ومطلوب مني يعني العروسة قريبة تنول العرس قريبنا بس ده اردر وطلع بره وليه ما عملتش عشر العروسة طبعا ده كله هنعرفه داخل الفيديو بس يحطنوا اللايك في الفيديو واشتراك في الكنياء فضلا وليس امرا واتمنى اللي يدخل الفيديو يعني بس لو مش عايزين تكمل الفيديو للاخر يعني جزاكم الله خير يبقى لو خمس ده بس عشان من الفيديو ما يقعشي ويوصل اكبر عدد من الناس ويكون نشاهد الفيديو ونستفيد كلنا مع بعض بازن الله يلا بقى كده اذكروا الله وقولوا ما شاء الله ولا حولها ولا قوة الا بالله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة انتفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الايمان وتشفي بها كل مريض وتعطي كل مشتاق بالزررية الصلاحة والخلف الصالح بحق الصلاة على رسول الله عليه وفضل صلاة والسلام وعبال عندكم يا رب جميعا وعبال كل ام عريس كده وكل ام عروس تفرح ببنتها وأولادهم اللهم امني يا رب العالمين طبعا الحاجة المطلوبة مني عملتها دعوا بقى كده نشوف هنعمل ايه مع بعض بقى كده خطوة بخطوة ونستفيد من الفيديو ان شاء الله طبعا المطلوب مني دي كرومة بلدي طبعا هنا مخسر كويس جدا وتحت الحنفية كم مرة كده بخسره كويس وطبعا الروم البلدي لازم يتنقع في مية عشان ببقى لحم مناشف لو مش عملنا محلول النقع دوت هيبقى بعد ما استوي هتلاقيه لحم مناشف ويشدد اوي فاحنا بنحطه في المحلول دوت ليه علشان يبقى معاك اللحم يطاري ويستوي يبقى طعمه جميل حطت هنا مية عادية خالص من الحنفية وحطت فيها ملح وحطت فيها لمون ورقتين لوري وحطت فيها برضو سكر وخل طبعا ده كله بيشيل الزفورة والملح بيطاري لك اللحم ببقى شادد كده وطبعا دي كروم ببقى شادد قوي يعني غير كمان النتيجة فهنا لازم لما ستريدنا محمد يبقى المحلول دوت سبته يعني عشان بس مضطرة اعمله على طول فكان بس ساعتين في المحلول دوت لكن ممكن انت ستسيبي يوم كامل في التلاجة بالمحلول دوت فطبعا بيبقى لحم وطاري لكن انا الوردر دوت جالي فجأة يعني عملته على طول فسبته بس ساعتين في المية عشان زي ما قلت لك اللحم يبقى طاري شوي التدبلة دي بقى هي تنفعك لتدبلة الفراخ المشوية تدبلة اللحمة المشوية لو هتعمل لي بنيه بالتدبلة دي هنعمل ايه حاطنا هنا علبة الزبادي حاطت عليها مستردى ممكن بدل السياسوس ده تحط معلقة عسل اسود لو عندك هحط بقى التاول ملح وفلفل اسود كامون السبع بهارات بهارات فراخ طوم بودر بصل بودر بابريكا معلقة هليسة شطة نص معلقة من لورح مطحون ممكن برضو حبها المطحون يعني البهارات اللي انت بتحبيها هتحطيها بس هنختلف بس فيه بهارات فراخ للطيور وبهارات اللحمة تبقى للحمة لكن البنية برضو هتبقى نفس التدبلة دي لكن برضو زي ما قلت لكم هي تنفع ليه الفراخ المشوية اللحمة المشوية البنية وهنا برضو حاطت نص معلقة قرفة يعني كل البهارات اللي انت عايز تحطيها هتحطيها معهم واده برضو معلقتين همت منها لست الشطة دي برضو فيها كل حاجة وفيها فلفل احمر وفيها برضو طوم وزيت وكل حاجة بس اخدت انها معلقتين صغيرين وعشان كده بقى هزود حاطت بقى برضو زيت وحطيت لمون طبعا اللمون هيبقى اساسي برضو معينها في الوصفة وحطت خل الخل برضو كده بيفتح لك مسام الطيور ويخليها كده تكون طرية وفي نفس الوقت برضو بيخليها لونها يكون ابيض وتكون حالو طبعا هنا جبت 3-4 لمونات برضو اهوت وبعصرهم عشان زي ما تقولك برضو اللمون يعني زي الخل برضو وكمان بيحفظ لك على الطيور بتاعت لما بتدخل في التدبيلة بتخليها كده طرية وتخليها يطعمها جميل حاطت برضو هنا زيت اهوت طبعا زي ما تقولك يعني تدبيلة لكل حاجة عندك هتعملها بس نستبدل بدل بهارات الفراخ ببهارات اللحم ده لما تكون هتعمل فراخ ما شوي ده طبعا اسهر كمان ما نحط طماطم ونحط بصل فلا يعني هعملة هنا حاطت برضو البابريكا وحطت بودر بصل بودر وكل حاجة حطناها فيه طبعا بحاجة رفيعة خالص ماش تجيب بقى كده سكينة تكون حرفات خين او لأ ممكن هنا تجيبه لمسايا سيدنا محمد اللي هي بتاعت العصائق عصي اللي هي الشيش طوق ده برضو ممكن تمسكيها وبحرفها كده او بالبوس بتاعها وتعمل بقى كده تنغزي في الديكورومي يعني يعني اقدم اتقدري عشان ده كله بيدخل تحت الجلد وبتشرب من التدبيلة طبعا عشان نحافظ على شكل الديكورومي والجلد بتاعه دانه زي ما هو لكن لو عملنا فتحات عريضة فيه فمع السوى الفتحات دي بتوسع وتلاقي اه شكلها مش كويس لكن هنا طبعا نغسل ايدي كويس وعلى طول في المية وتحت الحنفية فطبعا يعني ايدي هي نضيفة على طول الحمد لله اه فزي ما انتبقى كده شايفين يعني انضف كمان من نلبس حاجة تكون كلفزات والحاجات البلاستيكات اللي احنا بنحطها في ايدينا في ايدينا طبعا مع الغسيل ومع النضافة بتبقى انضف من اي حاجة تكون هنلبسها في ايدينا طبعا بشرب كده من تحت الجلد زي ما انتوا شايفين وهسيبه بقى كده وهركينه على جنب يعني اه علشان طبعا اه يعني زي ما انترونك يتشرب من التدبيلة طبعا زي ما انترونك ممكن تسيبه برضو التدبيلة دي يعني يوم كامل على الديكوروم يتشرب منه لكانتوا بقى كده في التلاجة لما نعمل بقى كده هنعمل ايه حطيت انا بعمل اللحمة المفرومة عصاج اللحمة المفرومة وهعمل الحشوة لحشيها للديكورومي وفي نفس الوقت كمان حطى مية للمكارونة اللي انا هعملها هنعمل مع بعض طواجن المكارونة في الفرن هنعمل ايه هنا حطيت كنت فارمة بقى في الكبة مرة واحدة كده بصل على فلفل حطيت الاول بصل على فلفل وبعد كده حطيت عليها اللحمة المفروم وده بقى كده الحشوة برضو هي تخطي معلقة من البصل بالفلفل. وحططت عليها اللي هعمل حشوة بقنصة والكبدة بتاعت يرديك الروم. قطعت الاول القنصة بتاخد وقت شوية. فحططها على المسلعة سيدنا محمد زي ما انتم شايفين كله في وقت واحدة هوت عشان مستعجلة. عشان يا دوب بقى كده جالي فجأة. وقمت بقى كده مرة واحدة. عشان احضر فكونت بقى اعمل كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. آآ سبت بقى كده القنصة هي تغطيت عليها مع وهديت عليها النار مع الفلفل والبصل. وبرضو اللحمة المفرومة برضو مع الفلفل والبصل. وحطتتها طبعا كنتم طلعام الفريزر. وغطت عليها عشان تفك على طول. والماكورونة هي تبسلقها. حطت فيها آآ مالح وحطت فيها زيت. آآ وحطت بقى الماكورونة زي ما انتم شايفينهم. نعمل بشامل برضو مع بعضه. بشامل خمس معلق. آآ الله مساء سنو محمد. خمس معلق دقيق. وشوحتهم برضو في نفس يعني خمس معلق برضو مادة دهنية سمنة او زيت او سمنة على زيت. وبحطت بقى كده الدية الاول. طبعا دي بياخد لون. وبنزل عليه على طول شوية بشوية بيكون اللبن بتاعك بارد. وشوية بشوية بتقلبهم بالمضرب كده علشان كل ما تحط شوية لبن تحطي فيهم مع الدقيق. وبعد كده خلاص. طبعا هنا بحط بقى الاملاحة الهيل بتاعة البشامل والاحما المفرومة وكل حاجة مع بعض. آآ طبعا كنت هنا بقى نزلت بالكبدة كانت القنصة استوت ونزلت بالكبدة بتاعة وزي ما انتو بقى كده شيفنا هو طبعا يعني كومه ما يبقاش تقيل قوي ولا البشامل اللي يكون خفيف قوي. واي دهو طبعا هنا نزلت بكباية رز وحطت عليها بس ربع كباية مية طبعا الدي كرومة ياخد اكتر من ساعتين في الفرن فهيعمل حساب التسوية. ربع كباية مية بس على الحشوة بتاعة الكبدة والقنصة يعني حطت عليها كباية رز وبرضو ملح وفلفل اسود واستبع بهرات وهنا بقى كنت حطت جزر اهوة على العصاج اللحمة ومعلاقة صلصة كده عشان صلح المكارونة البشامل. طبعا ما بتاخدش وقت خالص هنا بقى كنت طلعت الدي كروم اهوة وكان بقى كده الحشوة هي زي ما تركها حشي رز بالكبدة والقوانص بتاعة الدي كروم. ممكن تحشي خضور ممكن تحشي آآ بصل كده بجزر وزي ما انت عايزة. لكن ها قلت بقى كده الرز بالكبدة طبعا هو مطلوب مني فلازم برضو احط في كل حاجة وكل حاجة تروح يعني قلت اسيب الكبدة والقوانصة لأ فقلت بقى حشيها كده ومع الرز وآه كده هنحطها في قلب الدي كروم. طبعا هعملها في كيس حرارة طبعا كيس الحرارة ده كان يعني ده اكبر مقاس بس بالنسبة لحجم الدي كروم بسم الله ما شاء الله كان كبير فحطت اتنين في بعض. واحد من من عند الرجل كده وواحد من عند الراس. ونعمل بقى كده الفتحات دي في الكيس عشان طبعا الكيس لما يبدخل النار بممكن يعني بيتفجر ممكن تفجر منك فلما بندلوك كده كان فتحها في الكيس كده بتاع الحرارة ده كده مش بيخلي الكيس بتاعك يتنفخ ويتفجأ. وبرضه حطت مية وخل آآ معا الصينية بتاعة الفرن عشان طبعا يعني المية برضه هتسويه في نفس الوقت الخل عشان الصينية بتاعتي ما تسودش كده وتبقى في الفرن يعني عشان طبعا ياخد وقت كبير في الفرن فحطت المية والخل. طبعا في الوقت ده تبقى مدخلت دي كرومي وهعمل بقى كده الماكرونة اهوت. طبعا زي ما تلكم جالي فجأة وقمت مرة واحد ده يعني على طول عشان اخلص كده حاجتي مع بعض. هعمل هنا ايه? هعمل الماكرونة في طواجن. حطت بقى كده بشاميل. شايفين بقى البشاميل يعني كوام مصبوط وجميل اهوت. ما يكونش خفيف اول يكونت الاوي طبقة بشاميل في الكوع كده. وحطت بقى كده شوية ماكرونة وبعد كده طبعا دي نصت كله ماكرونة هيعمل لي التلات اطباق من الاطباق الحرارية دي. يعني عشان تعرفوا المقدار نصت كله ماكرونة بس هيعمل لي التلات اطباق من الاطباق الحرارية دي. بحط بقى كده الاول مغرفة بشاميلة وبعد كده طبعا الماكرونة برضو حطت عليها شوية بشاميلة كده قلتهم وبعمل بقي طبقة بسيطة كده وحط عليها عشان ما تبقى شتخينة اوي وحط المكارونة آآ وبعد كده احط اللحمة ومغرف برضه بشامل كده عشان يبقى المشابونة طبعا بيخليها كده جميل هي مكارونا مش اسمع مكارونا باللحمة يا اسمع مكارونا بشاميل فالنزو iyان زود كده المكارونا بتبقى غرقنا فيه وبتبقى تعمها جميل واتوا برضه هو طبقة مكارونا كمان وطبعا هعمل كمان واحد برضه وطبعا بتضغط وقت البشاميل المتبقين. وطبع هيبقى كده على وش المكارونة. من غير ما نحط ولا جبنة ولا اي حاجة خالص. وهو شفت زي ما شفتوا كده شكلها في اول فيديو. كانت عاملة ازاي. بنحطهم بقى كده في صواني عشان طبعا الصواني كده توزع لك درجة حرارة الفرن على التواجن بتاعتك. طبعا اديك الروم في الفرن ودخلت المكارونة. وادي بقى كده هنا. الله ما سألنا محمد. هنعمل مع بعض. آآ طبعا كنت المكارونة جبتها من بالليل. وكنت برضو مقوروها. وهنعمل بقى طبعا تلفون ده جالي من بالليل. وقمت بقى كده على طول تاني يوم. ويعني طبعا بالليل دوت يعني ما كانش آآ طبعا في حاجة موجودة. قمت بقى الصبح طبعا بدري. وعن مجهزت كل حاجة من بدر اهوت. وهنا طبعا آآ هنعمل مع بعض البتنجان. آآ هنجيب بقى كده البتنجان اهوت. وطبعا نعمل له الخالطة بتاعته الجاملة دي. وكان آآ كده مسبكة تماطم هي طلعتها طبعا بيجيب تماطم ومسبكها بحطها على الرف بتاع التلاج لزروف اي ظرف اكون انا عايزها في البيت. بطلعها كده على طول. وغسلت البتنجان بتاعتي. وهنعمل البتنجان في طواجن. طبعا الفخار طب يخلي كده تعمل حاجة جميلة جميلة جميلة. طبعا كان عندي شربة. طبعا الاول واسق منها بقى كده البتنجان المحش دوات لما اخلصه. طبعا برمت كده الاول يعني طبعا انا هارسله لسه بس يباحشي كده بسرعة علشان وحطه في الطاجن. علشان لو وقفت الطاجن هيقع تاني فقلت بقى كده احطه الاول بعد كده امسكه بقى كده واعدله وارسه مرة واحدة البتنجان مش هيوخد وقته وطبعا بتنجان وفلفل وكنت مش هكيلة كده كان بيتنجان برضو بيضة كده يبقى شكلها حلو. يعني ربنا يا رب بالف انا وشفى لكل من ياكل منه وربنا كده يا رب يسعد كل البنات وكل العرسان اللهم امين يا رب العالمين. وهو برضو اقول لكم برضو العروسة جابت عشاء ايه? طبعا العروسة اه يعني بعد ما طلبوا مني رجعوا له طب هي اه مش عايزين يعني اه الاكلات اللي هي المعتادة اللي هي بقى الحمام والحاجات ديت فكان اه باعت وجابوا واكلات سمك ديت يعني اه كام عريس كده الايام ديت يعني اه هم ماشيين على الايام ديت في الاكلات ديت بيجيبوا سمك واكلات من ديت اول يوم وبعد كده بقى بقى يأكل الحاجات اللي هم عايزينها بعد كده. فطبع عشان كده ما عملتش اكل العروسة عشان هم كانوا عايزين اكلات من بره واكلات سمك. وشايفين بقى لما كرونة عاملة ازاي ولما اجيبناها ولا اي حاجة طبعا طلعتها طبعا حطتها على الفرن برضه عشان كل حاجة دهنها سخنة. ده انه كده اه الله ما سعى سيدنا محمد ساعتين من نصف الفرن. وقادي بقى كده المكارونة اهيت. طبعا بولع من تحت بس الفرن للديك الرومي من تحت بس. وحطت المكارونة وحطت الديك الرومي. وبعد كده اه لما بقى كده خلعنا سوى. اه ولعت طبعا الشوية عشان المكارونة بس. لكن الديك الرومي استوى الاجيس الحالية سوته على طول من غير مولع الشوية. وبرضو كذلك الطواجن برضو المحشي ساعتها طبعا هيت وحطت عليها آآ مكعب المرأ وحطت برضو فلفل واع الوش وساعتها شربة. ودخلت الطواجن طبعا بغطيها غطيتها الاول عشانه مشها ما ينشفش كده ووش المحشي ما ينشفش بغطيها برضو في الفرن. وبعد كده آآ يعني مش بولع بقى كده على الشوية المحشي خلاص بيستوي منه لنفسه كده. ما ولاش عليه الشوية بياخد بس ساعة في الفرن وبعد كده بطلعها طبعا بيدخل على نار عالية وبعد كده اول ربع ساعة بس وبعد كده بهدي على النار تبقى نار وسط وبيستوي بعد ساعة يعني بقى كده على اخر ربع ساعة على نار هدي خالص. بتلاقي كده معاك الاكلة طبعا بطلعها ولفها وضع عشان تبقى الحاجة سخنة. طبعا انا هتطع على الفرن عشان يدينه سخنة. وفي نفس الوقت غطيته كده عشان طبعا البخار يطلع منه مش لكن لو غطيناه كتمناه هيعمل هيعمل بخار وهينزل على وش الماكرونا فكنت مغطيه على الفرن عشان منه يدينه سخنة وفي نفس الوقت كنت بقى كده مغطيه بالمشنة بقى كده يعني قلت يعني والله لحطاها عليه في نفس الوقت يا مخرمة تتهوى كده وتخلي البخار يتهوى في نفس الوقت هو على الفرن هيدينه سخنة لما خلص المحش وكل حاجة مرة واحدة. ودي بقى كده اول حاجة هي تتواجن الماكرونا آآ حطيتها بقى كده انا مش شفا يا رب لكل من ياكل وزي ما اترك يعني وردت جالك كده بالليل فجأة وما كانش عندي حاجة يعني فقمت بقى كده وعملت كل حاجة ونبادر اول وزي ما اترك يعني اعملي طماطم وحطيها في كده ولا حاجة هاتيلك خمسة كلوة طماطم عشرة كلوة طماطم تكونوا قدامك وهاتيها طبعا ايام دي غالية او بس لما ترخص تعملي كده وعلى طول باستمرار طبعا دخلنا على الشتاء والجوة هيبقى مطر عندك فهاتي طماطم وسبكيها وحطيها في الفرزة حطها على رف التلاجة تعمل شوية محشة كده لجابوا برد بالليل تعمل حاجة يبقى الحاجة يعني عندك على طول طبعا خلاص لفت المكرونة وقادي بقى الديك الروم قهود بسم الله ما شاء الله تعرف بقى ان هو استوى الزيت تتغطي بقى كده وهو في الكس الحاري هو في الفرن تغطي كده على الورك بتاعه كده او الرجل بتاعته هتلاقيه يعني بسم الله ما شاء الله على الدبوس بتاعت الديك الروم كده هتلاقيه اي ديك بتدخل فيه يبقى كده استوى لفته بقى كده بورق الفويل برضو طبعا اه كنت عايزة يحط بقى طماطم وزينه وكده في الكلام دوات بس ما ينفعش عشان الجو حر وممكن ان هو اه طبعا هيركنه طبعا على اخر الصهرة هيبقى يتعش وكده فقلت لأ مش هحط اي حاجة تكون اه تبوز اه يعني الاكل معيني فما ردتش بقى حط الطماطم ولا حط الحاجات ديت ولفت بقى كده يدك الروم راشت بس كمنزر ولفت برضو في طبق حرارة هوت وحطيته طبعا المحشي زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله حاجة كده يعني مش عايزة اقول لكم نفس الطواجن يعني جربوها وهاتو اللي مش عنده طواجن في البيت هتوه اعملو فيه حاجة بسم الله ما شاء الله كأن كده اكلت زمانة ونفس زمانة الحاجة الحلوة دي فضيتها عشان اعرف يعني مش عارف طبعا اغريف هو في الطواجن فرحت في الصينية كده البازة ما انتم شايفين كده وغرفت برضو المحشى هوت عشان يفتل سخن معانا وقادي بقى الكيس الكبرهية وحطيت فيها اه لمساعة سلنا محمد الاكل بتاع وده كان فيديو معاكم النهاردة يراب بيكون عجبكم ونال رضاكم واتمنى تكونوا سمعتوا يعني فترة كبيرة كده من الفيديو اللي بيسر معايا حد هنا يقول لي بقى ايه رأي